لابد ان احنا نتبه للمعكرين ونوعود مع بعض جزوجين يعودوا مع بعض يقولوا مين اللي ممكن يعكر الحياة الزوجية بتاعتهم ويتفقوا على ازاي يتعاملوا معاه وبعد كده لازم ببساطة كل واحد فيهم يضع حدود للتعامل مع المعكر ده ولازم بشكل واضح الحدود دي يكون متفق عليها امر التاني ما نفشيش الاسرار كل الحاجات دي بتسهم بشكل واضح كمان لازم نلتزم بالاداب الشرعية في التعامل مع الناس دي وما نتجواز وما نطلقش الالفظ ثم نتعامل على ان الالفظ اللي اطلقناها هي اللي هتجيب الاحكام الشرعية لا ده مش اخويا دي مش اختي مش هيبقى معها اسراري مش هيبقى بتعامل معاه واعود معاه زي ما بعود مع اخواتي كل دي اداب اساسية في الجواز كل ما هنتعامل بهذا الشكل كل ما نتعامل بهذه الطريقة كل ما العكارة دي تزول وتبقى الحقاة على فطرة الجواز فطرة الجواز اللي هي فطرة النور فطرة الصفاء فطرة مراعاة الخواطر فطرة كمان مراعاة ان في حدود لازم نلتزمها وفي اصول زواجية الاصول الزواجية دي تخلي الناس مرتحين مطمئنين والشك ما يدخلش من باب البيت في اي وقت ولا في اي حين يا رب اكرمنا وحافظ على بيوتنا وجعلنا دائما من الامنين وجعلنا دائما من المطمئنين في بيوتنا يا رب العالمين اشتركوا في القناة